اشقد حيكون التخفيض خمسين بالمية؟ ايه سيكون التخفيض من الرسوم السيادية الى خمسين بالمية اشقد التكلفة الان؟ يعني الاجازة اذا رد نحسكة ودخل حيز التنفيذ له لا ان شاء الله يوم الاحد ايه التعميم النهائي عمام السيد مدير المرور العام بس تدري بها هذا بتفاصيل بمبالغ واستحصال وموافقات ومصرف وكذا فان شاء الله يوم الاثنين تعمل بدوائر المرور يوم الاثنين شاء الله شقد التكلفة الحالية؟ الحالية خد نبديها من البداية للتسجيل المركبة او للاجازة؟ بداية الاجازة تسحب استمارة اذا من التاجيات او من الحسينية الاستمارة مجانا مجانا مزيين تذهب الى الفحص الطبي وهذا الفحص الطبي ما يخص المرور هذا يخص وزارة الصحة 25000 خوش؟ بعدين تجيك هذا ما بيتخفي هذا ما بيتخفيض هذا ما انه علاقة بي هذا مرسوم المرور هذا من وزارة الصحة هذا احنا سويناه لرفع العبء عن المواطن لان لازم المواطن وين يروح يفحص؟ في وزارة الصحة احنا سويناه على مدن المواطن لا يتعبوا لك فحصيبكم فهذا ما نشغل به احنا 25000 الصحة لازم يكتب الى الصحة واضحة 30000 عندك تلحقك 30000 مال الاختبار النظري والعملي و10 مال الكارت هاي 40000 مال كارت الاجازة ويلحقك وياها كان 80000 ل10 سنوات ها ستخفض للنصص صار 40000 وحسبها يعني الاجازة اللي هتكلف تقريبا 80000 80000 فيما يتعلق برسوم تسجيل المركبة؟ تسجيل المركبات متسجيل المركبات حسب السلندر والكذا اللوحة ما نشغل به هلين ما تعتبر من ضمن الرسوم تعترب هاي شراء اللي 4 سلندر مليونين و 3 سلندر بـ 6 سلندر بـ 3 مليون وثماني هاي ما نشغل به يعني تقريبا هي 340 احسبها للنص